بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين الأخ الرئيس أصحاب المعالي والسعادة السيدات الفضليات والسادة العفاظل ونحن نختتم أشغال الاجتماع الوزاري الحادي عشر للجنة لجنة العشر أود أن نتوجه إليكم جميعا بجزيل الشكر وعميق الامتنال على حضوركم البارز وعلى مشاركتكم الفعالة وعلى كل ما تقدمتم به من أفكار بناءة ومن مقترحات سديدة أثرت نقاشاتنا وزادت من أهمية المخرجات التي خلصنا إليها بصفة جماعية وبطريقة توافقية وأعتقد بكل أمانة وإخلاص أن اجتماعنا اليوم قد جاء في ظرفية مناسبة بالنظر لتجدد الاهتمام الدولي بمسألة إصلاح مجلس الأمن مناسبة بالنظر لتجدد الاهتمام الدولي بمسألة إصلاح مجلس الأمن وبأننا قد وفقنا إلى حد بعيد في تحديد سبل وآفاق استثمار هذه الظرفية الخاصة للدفع بأولويات قاراتنا في هذا المجال ومن هذا المنظور أود أن أشيد على وجه الخصوص بما خلصت إليه مدوالاتنا من نتائج هامة يمكن تلخيصها في خمس نقاط رئيسية أولاً تأكيد التزامنا الجماعي بالموقف الإفريقي المشترك حول إصلاح مجلس الأمن وبما يميز هذا الموقف عن غيره من المواقف الدولية من حيث أنه يعبر عن تطلعات قارة بأكملها وليس دول بعينها ومن حيث أنه يستهدف تصحيح ظلم تاريخي يعترف الجميع بأن الوقت قد حانى ذي إنهائه ومن حيث أنه يرمي لتقويم اختلال تتجاوز تبعاته نطاق قارتنا الإفريقية ثانياً تسليط الضوء على تنامي الوعي الدولي بأحقية وشرعية مطالبنا بتعزيز التمثيل الإفريقي بمجلس الأمن لا سيما في ظل تتابع المواقف الدولية الداعمة للتصور الإفريقي المشترك وفي ظل بروز زخم دولي مشجع نتطلع لتوظيفه أحسن توظيف لتجسيد العهدى الموكلة إلى لجلتنا هذه من قبل الاتحاد الإفريقي ثالثاً التأكيد على خصوصية المطالب الإفريقية التي تستدعي اهتماماً خاصاً ومعالجة منفصلة على وجه الأولوية والاستعجال في إطار مسار المفاوضات الحكومية تحت قبة الجمعية العامة لمنظمتنا الأممية فمنطق الأمور يحتم على المجموعة الدولية البدء بإعطاء الأولوية لإنهاء التهميش الذي تتعرض له القارة الإفريقية في مجلس الأمن قبل أي شيء آخر ومنطق الأمور يملي عليها كذلك ألا تسمع بأن تظل المطالب الإفريقية رهينة الانسداد الذي يطبع مسار الإصلاح جراء المواقف المتضادة والمتصادمة بين المجموعات الإقليمية الأخرى رابعاً التأكيد على ضرورة التقيد في عملنا المشترك بالمصال الأممي الذي يعد الإطار الجامع والإطار الأمثل لمواصلة الموفاوذات الحكومية مع ضرورة تكثيف الجهود لتحصين الموقف الإفريقي في وجه المحاولات الرامية لتقسيم الصف الإفريقي عبر استمالة البعض لتبني مقاربات لا تتماشى البتة ونظرتنا المشتركة ولا تخدم مصلحة إفريقيا وتطلعاتها المشروعة خامساً وآخيراً تبني خطة عمل طموحة تؤطر تحركاتنا ومساعينا المستقبلية لا سيما تواصلنا مع المجموعات الأخرى وفي مقدمتها مجموعة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وكذا تثمين مشاركتنا في القمم والاجتماعات رفيعة المستوى بمنظمة الأمم المتحدة بغية توسيع قاعدة الدول والمجموعات الداعمة للموقف الإفريقي المشترك على ضوء هذه النتائج ستبقى الجزائر وفية للموقف الإفريقي الموحد وللمقاصد النبيلة التي أنشئت من أجلها هذه اللجنة الموقرة وتتعاهد مرة أخرى من هذا المنبر بأنها لن تدخر أي جهد في سبيل المحافظة على وحدة الصف الإفريقي وفي سبيل تقوية تقوية دعائمه وإسماع صوته وإعلاء كلمته وأخيراً لا يمكنني أن أختتم مداخلتهاته دون توجيه أسمى آيات الإمتنان وأرقاها إلى فخامة الرئيس جوليوس مع دابيو رئيس جمهورية سيراليون على تنسيقه المحكم والملتزم لهذه اللجنة ولا يحق لنا أن نستثني من ثنائنا وعرفاننا أخان معالي الوزير تيموتين موسى كابا على ما عهدناه فيه من خدمة ثمينة وسخية لهذه اللجنة ومن جانبها تلتزم الجزائر بمواصلة جهودها على مستوى مجلس الأمن للمرافعة بكل صدق وأمانة ومسؤولية على قضايان المشتركة وذلك في إطار كتلتنا السياسية بالمجلس مجموعة الأي ثري هذه المجموعة التي أضحت اليوم عنواناً للتآزر والترابط والتضامن الإفريقي ومرآة عاكسة لتموحاتنا الجماعية في بناء قارة موحدة وقارة قوية وقارة يكون لها وزنها وثقلها على الساحة الدولية شكراً لكم جميعاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر